يسعد لي اوقاتكم واهله وسهله فيكم بوصفة جديدة من مطبخ ملعال خالد مين بيحزر شو وصفة اليوم اكيد الكل حزر الوصفة مدام رصة فيها نوتيلة معناتها اليوم مصفتنا هي جريب اليوم رح اعمل وصفة جريب كتير مميزة طعمي ولا اطيب من هيك اولادك رح يطلبوها منك كل يوم رح نعمل وصفة جريب بطريقة واحترفة بمقادير كتير بسيطة سهلة كتير ناشحة من اول مرة طعم ولا اروع من هيك رح تحبوها كتير يلا معي لنشوف الطريقة والمقادير مع بعض وقبل ما نبلش بتمنى منكم اذا ما اشتركتم بالقناة تشتركوه وفعلوا زر الجرس لحتى اتصلكم كل اشعارات الجديدة ويلا مباشرة لتطبيق الوصفة عندي في البداية رح احتاج لحبتين من البيض رح ضيف عليهم زرف من الفانيليا ما يعادل ملعق الطعام او اذا كنتوا حابين اضيفوا فانيليا سائلة كمان ما في اي مشكلة حطيت هون رشة من الملح ملعقتين من السكر السكر يلي بيعطي اللون كتير حلو للقريب عندي هون كوبين من الحليب اذا ما متوفر عندكن الحليب السائل فيكنوا تضيفوا مي كوبين ولكل كوب بتحطوا ثلاث ملعق من الحليب البودرة وهلا منحرك المكونات كتير منيح مع بعضن فيكن كمان تحطوا كل المكونات هالوصفة ببريء الخلاطوا بتخلطوهم كتير منيح مع بعضن وهيك بتصير كبار الوصفة جاهزة هلا هون بعد ما خلطت البيض مع الحليب وتأكدت انو خلطوا كتير منيح مع بعضن رح اضيف كوب من الطحين وكمان رح اضيف علي هون ملعقة من البيكن بودر لاحظوا انا مستخدمي كوب المعيار ومكترة شوي يعني هون بيطلع عندي 150 جرام من الطحين وهلا بدي نخل الطحين مع البيكن بودر وهيك صارت المكونات عندي كلها جاهزة هلا بدي اضربهم بالمضربة الكهربائي بالهند بلندر وانتو مثل ما قدلكون اذا مو متوفر عندكم بالخلاط نفس النتيجة بتاخدوه هلا بعد ما اخلط المكونات كتير منيح اكيد رح يصير فيه تاكاتولات بالطحين طبعا ازا ما متوفر عندكم لا المضرب الكهربائي ولا الخلاط فيكن تخفؤون بالمضرب اليدوي ولكن كتير شرط مهم انكم بعد ما تخفؤون كتير منيح لازم تصفوهم بالمصفاي لحتى نتفادى اي تاكاتولات يضال بالخليط حتى لو استخدمنا المضرب الكهربائي لازم نصفي الخليط بالمصفاي هلا هون بعد ما خلطت كتير منيح هلا بدي صفي الخليط يلي عملته لازم يكون قوامه بهذا الشكل القوام خفيف وما لو سميك نهائيا وهلا بعد ما خفقتهم بمدي تقريبا معي وعادل دقيقتين لثلاث دقايق لازم صفي الخليط كلهاته لحتى نتفادى اي تاكاتولات بقلب الخليط ونحصل على خليط نعم ملاحظة الافضل انه بعد ما يصير الخليط الجريب جاهز برايحه خمس دقايق وبعدين ننبلش بالتشكيل ومتل ما لاحظتم بعد التصفايه طلع شوية تاكاتولات من الطحين هذا منتخلص منه وهلا هيك الخليط عندي صار جاهز بالنسبة لاستخدام هاد الخليط لازم كل ما بدنا ناخد كمية من هالخليط لازم نحرك وبعدين منعمل قطعة القريب ولحتى تطلع قطعة القريب كلها اياته متساوية بنفس السماكة وبنفس الحجم بحطه بكوب اي كوب انا هون استخدمت الكوب المعياري الاياس الثلاث بتختاروا الكوب حسب اياس المقلاية اللي عندكن او فيكن تعملوا اول قرص وبيبين معكن السماكة المطلوبة فيكن تقللوا وفيكن تكتروا هلا انا هون حطيت المقلاية على نار متوسطى تهنت نقطة واحدة من الزيت بس اول مرة وباقيت القريب ما بدهان زيت بالمقلاية نهائيا دهنت الزيت ونزلت الكوب متل ما كم لاحظين بالمقلاية وراح شكل بشكل دائري قبل ما يبلش لعندي قطعة القريب تجمد متل ما كم لاحظين شكلت على شكل دائري وبس وبتركها على النار يعني تقريبا دقيقة او دقيقتين رح تاخد معكن يعني مو اكتر من دقيقة وبعدين بتبلش بتبين الفقاعات وبتستوي وايبدا بتعرفوا قطعة القريب صارت جاهزة لا تحركوها ولا تقربو عليها لحتى تشوفوا الاطراف صار لونة بني بس شفتوها صارت بني بهذا الشكل في كون تشيلوا القطعة القريب شوفوا بهذا الشكل كتير مهم درجة الحرارة تكون اعلى من المتوسطى بشوي اذا كانت درجة الحرارة خفيفة فما رح تاخدوا اللون الحلو هلا كمان بدي قلبها وهيك اقل يعني من نص دقيقة على الوش الثاني لحتى كمان قطعة القريب تاخد شوية لون من الطرف الثاني وهيك بطبقون بصحن كل ياتن مع بعضن ما في داعي ان يحط فوطة او حط قطعة قماش كل ياتن بصحن فوق بعضن هن بيكونوا شوية مقرمشين بالاول وبعدين بتشوفوهم بلشوا يطرو وهلا هيك منخلص الكمية بالكامل شوفو فيكن اتقللوا كمية الخليط بيطلع معكن قطعة القريب رقيقة واذا بتحبوها شوي سميكة بتكترو الخليط وهيك خلصت الكمية بالكامل متل ما كم لاحظين ما بياخد وقت نهائيا وبنفس الوقت شغله حلو وكتير طيب وبحبوه كتير الاطفال هلا ما نروح للتزيين بالنسبة للتزيين او شو بتحبوه تدهنوا الكريب فيكن طبعا هي الاساس الشوكولات اما فيكن تدهنوا عليها كمان زبدة ومربا فيكن تحطوا العسل اي شي انتوا بتفضلوا وهون كمان زي انت بقطع الموز وكمان فيكن تحطوا كل انواع الفواكه مثل الفريز الكيوي المانجو اي فواكه انتوا بتحبوه تحطوا بقلبا بدل الموز هذا الشي كمان اختياري وبالنسبة للتشكيل فيكن تشكلوه على شكل رولات مثل ما كون شايفين او فيكن تعملوهن على شكل مسلسات وهيك وصفتي صارت جاهزة وهلا رح زينها شوي بالتوت البري كتير طيب جنبها الفريز التوت البري وكمان الكيوي اي نوع من الفواكه كمان كتير طيب مع القريب وكمان فيكن تعكلوا سادة من دون اي شي بس بتحطوا عليه مثلا العسل او سكر بودرة او اي شي انتوا بتحبوه هذا الشي اختياري وبتقدروا تعملوه صحي بتحطولو بس العسل وشوي من الفواكه الخفيفة وهيك زي انتا كمان بالشوكولات فيكن زينوها بالشوكولات البيضة شوكولات النوتين اللي انا نفسها سخنتها حطيتها شوي بالمكروف لحتها دابت عندي وزينت فيها شوفولي هي اللوحة الفنية ولا احلى من هيك طعمتها كتير طيبة فيكن تعملو رولات اصغر من هيك فيكن تعملو قطع اكبر من هيك فيكن تقطعوه لقطع صغيرة بعد ما بتلفوهن رولات يعني اختيارات كتير حلوة وبتقدروا تتفننوا فيهم متابعين الغالين وصفتي لالكن صارت جاهزة بتمنى تكون عجبتكن هالوصفة شكرا كتير لالكن ولمتابعتكن اذا عجبتكن الوصفة لا تنسوا دعم الفيديو الى اللقاء مع وصفات جديدة